اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني دفوا الانسان يتلقى معلومة انه مثل عنده مرض معين سواء الانتوراج ولا المدسان كيفاش يوصلوا للميساج ولا حتى حلينا نقوله الانتوراج فاميليال تاو كيفاش يتعامل معه في هذه البريود حتى معلوماته السباقية عن موضوع انظر تأثر عليه بانسور بانسور لانه مثال انسان يسمع بلي عنده مثال مرض سكري ولا عنده ضغط ولا كذا يرح مباشرة الگوغل يبدأ يحوس وعنده بلزور دوكومنتاشون كين اللي صحاح كين اللي غالطين دونك اشاك فوا يدخل اشاك فوا يلقى معلومة اكتر على الموضوع الاو تأطر عليه خصوصا في الجانب النفسي والجانب الكوتيمانطال تاو جستمون دونك هذا هو الو بوان اللي لازم الانسان ياخد حضره منه هذا هو جستمون بعد يفا ديفلوبي انستخس واللي يقالق يخاف هاد القالق والخوف اكيد راح يزيد يأثر سلبا على الصحة تاو ويدخل في سكونابل انسخ كل فيسيو يستريسي يزيد يمرض راهو ديجا مريض يستريسي وهاكذا دوالي صح صح ووش هو السبب جسو متع هاد الخوف كيفاش كيفاش يأثر الخوف انا حابة نعرف هاد القالق كيفاش يأثر مباشرتنا على الصحة تاو صحة تعرفي في اللانغاش تاعنا احنا عندنا تروى تخواصوخ دوانغاش عنا ثلاثة والثلاثة لغات نستعملوهم عنا للمو الكلمات عنا تاني اللا وا ولا نبرة الصوت وعندنا سكونابل الاجستوال ولا الاجريماس الفيزاج وتسكيسون سواء بادي لانغويتش ووالا دونك الانسان عبالك هاد لتخوة رام عندنا كامل في ثلاثة بار كونتر كل واحد يأثر على الابيخسون بان بورسنتاج بان بخيسي ينقولو بايزمبل المو الكلمات تأثر على الانسان ست بورسان برك دونك الكلمة ما تأثرش بزاف صح كان كلمات ليست كالكلمات كي تزدولها لاثواء كي تزدولها لاثواء لاثواء واحدها 38 بورسان يعني النبرة نبرة تاع الصوت وطريقة تاني سي 55 بورسان دونك كي نروح مثال عند واحد مثال مريض سواء انا راح نزورو في اللا كلينيك ولا في اللوبيتة ولا في الدار اللي غريماس اللي نديرهم سواء بهادك الكوتي هراني او ما عجبنيش نحال والبكاء وكذا ما يساعدوش علاش بسكو يأثر 55 بورسان نقدر نهضر معاه وقولو تبرى ورح تبرى وطبيب هاوش قال له كذا ميتانك اللو لانغاج دو كور تاعي والكوتي كوربوغال تاعي يقولو كونترار راح يتبع الكوتي كوربوغال علاش بسكو هو تأثير تاعوي 55 بورسان كتار من الليمو واي فهو لا ويمكنا فهو لا يغلطوه اذا كنتم في ذلك التي يجدون الناس عن المساعدة عندما يأتي في المدكس اول أول شيء يتخط فيه يتخط فيه يتخط فيه عندما يأتي في المدكس في جانب وفي تحديث يتخط فيه يتخط فيه في الزيج في الظريج لأنه هنا بشكل كنتم بلحث كان يتخط يتخط معه شوية تفاؤل نضحكو معاه ننقصر معاه افيك انفوى مليحة انفوى بوزيتف دونك هنا راح يطمن مالغريكو عنده ان ملادي كرونيك ولا عنده ان باساج اللي بالك شوية اطرف في الكوتي فيزيك تعوه مين الكوتيكو فوغال تعنا راح يعاون كتر سيبور سا الناس اللي راحوا يزوروا المرضى انا تجور شوية بوغ انو ميطولش اول حاجة وميدخلوش غاشي غاشي يدخلوا معاه يحكيوا معاه يقصروا معاه نقدر نعطيك المعلومة واحدة اخرى نقدر حتى نكذب عليه حتى في الدين تعنا يعيطوا له الكذب المباح قولوا ينقلوا انت دي لأوبراسيون داروها قبلك وبراء ولا باس عليهم هادي مستعملة كتير هادي جدا مستعملوها حتى هي مكانش منها علش بسكو سا غاسيغ سا غاسيغ لأوبراسيون سا غاسيغ لأوبراسيون هذا هو تفكير الإيجابي تفكير الإيجابي هنا لغة الانسان مرض هذا مكتب ربي يجب أن يتقبل المالادي لأنه كل ما يتقبلها فسيلا سيسهل الأمر سواء على الأطيباء ويسهلها على نفسه هانا كيف يش هاد الفكرة لما يخمم بلي معليش سيون المالادي يجوين مادابتي الحمد لله نس كين مرضو ما كتر هاد شي راح وكنتخيق يخليه يتحسن صح كيفش تأثر هاد الاستفكير والتقبل على مالادي كيفش يأثر على صحته صحة أولاً إحنا عندنا الإنسان رغم تكون من أربعة محاور عنده الكوتي فيزيك الفيزيك هادا سي إكستيريور عنده لتخوة كوتي الخرين سي إنتيريور الكوتي منطال الكوتي بسيكولوجيكو سبيريتويل صحة وعندك الكوتي إيموسيونيل عنده ملكات كوتي اللي تكون منهم الإنسان الاحاسيس صح الاحاسيس لكوتي تعال الاحاسيس وكين حتى النفسي والديني دونك هل هل تخوة كوته جاين دو لانتيريور الاحاسيس أما الفيزيك سي خارجي دعا هل تخوة كوته البلوپر أنو اللي تخوة هادوك اللي تخوة اللي تخوة دونك لازي دي تواعينا لان قولوا اللي ميندسات ولا فاون دونك طريق التفكير لكوينس اللي ميتان اني أنا بريد صح impossible نبرا بالإخزم طبع تقول اللي حكم لك impossible تبرا ماشح تبرا بيان 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 أنا فيها أحكمني أحكمني الفيروس impossible عالش باسكو فلان مات فلان مات فلان كده دونك هادي زين فورماشيون يطروا اللي كور دونك هوما وناغموني يمشي وهادلي كاتكوتي يمشي وناغموني دونك اللي كور يتأثر بالجانب النفسي والجانب العقلي والطريق التفكير والجانب العاطفي صورتول لازم دونك لازم الانسان دايما يقول رح نتحسن معليش ما نبراش ولكن أموه على الأقل رح نتحسن لازم يشد لهاد الفكرة هو يخدمها مشي رح نتحسن ما يخدمش بلو فوتير يخدم بلو تخيزان راني بيا جدا راني بيا دونك راني بيا الحمد لله ومباد طبعا كان واحد الميثود حكينا فيها في الكواليس الميثود لازم نهضر على حتى نعلي بزاف المرضى المزمنين شوفوا حاجة اللولى كان نقطة اللي قدرت تخلى على المشاهدة اللي قدرت على الكتبة البيضة باش نتفهموا الكتبة البيضة مشي مع انت طبيب رح يكذب عليك يقول لك بلليز عمال المرض ما فيش مضاعفات فلانية ولا ما فيش مضاعفات فلانية بيب رح يقول لك علاقة المضاعفات تاعك بكل سالسة وكلش ما يقدر يقول لك علاقة المضاعفات بيطارقة باش متشوكيكش باش مشي تجي طع عندك كونسير ما تجمشيش لازم بالعقل حاجة تانية تقبل الأمر كان حاجة لأنني نعيشها يوميا لما يجيك المريض تقول له تقبل الأمر التاعك يقدر يضربك نورمال على خطر بكل بساطة ما يحسب الجمرة غير لي كويته ما نقدروش نحكمه احنا مريض تقول له لا لا أروح تقبل الأمر التاعك ماشي مشكل الحاجة المهمة اللي هو هذا هنا يا رسالة اللي نوجهها المامل زملاء الأطيباء لي يخضوا انشارج للمرضى كرونيك باش يتقبل الأمر لازم يعرفوش هو هنا المشكلة تاعنا هو أننا مع لبلوش وشنو هو وما عندنا تاني التواصل لنقص بززاف مستحيل تقول تلك المريض بلا راني حاسبك ما يحسب الجمرة غير لي كويته احنا ساحرانا كما أطيب أهنايا نفتو نقدر نقول كيف أمدش لنسولين لا لا كيف أشكل لا لا تخيل انت رك حياتك كومبلي وعندك حاجة يقول لك بلا لا لا رك مريح في أمني سورتو زيما باراكزامل لديابيتيك دوتيب 1 يعني السكري من النوع واحد رك مريح في أمني يقول لك سين كوت طونير دون زنسيال سورا يعني وش معتها سماس صافية تضرب فيها الرعدة حيات كومبلي بلا نسولين دكو مش سهلة مش سهلة دونك احنا أنا نظن بالنصائح لمديتهم نصائح جد مهمة خاصة كيفاش تسمى نعاون المريض باش اللي حقوله المعلومة وخاصة كيفاش اللي حقوله المعلومة باش يلاجي يعني كيفاش يبدأ مباشرة ترصو طوات ليحل بها المشكل وقول تاني المشكل النفسي والمشكل الديني في الدينة يقول لك بالإنسان مبلي الدنيا هذي دار شقا باش نكونوا واضحين كل واحد وين خاضيها مشي زعمة كل واحد مشي زعمة انتك عندك سكر معتها ما عندكش الظهر وواحد أخر عنده واحد يحد أخر ما عنده زهر ولا واحد عنده ورا تنصير ما عنده زهر ولا واحد نو قاعد الناس كيف كيف نتمنى ضيفتعنا راح ي كان فاتكم بالطريقة يعني هو الميصاج كله اللي مصباح ويقولنا فيه هو أنه فيعد ما تبقى تندب عجي افعل دير حاجة باش تحس من الحالة تاعك والباقي كله مكتوب نشكروك نمتدلك كلمة أخيرة التي تقدر تقولها قبل ما نروحو ديرك الوقت معليش هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في النقطة هذه قال إذا عدتم المريض عيادة المريض نعم فنفسوا له في أجاله وي فإنه لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس المريض ونعمة بالله بارك الله فيك هذا ما تهر شكرا لك شكرا لك دكتور زكريا على الإنسان